مشكلة صراحة مشكلة الاستحواذ على الأراضي أو مصادرة الأراضي بالنسبة للأقاليم الصحراوية هذا بدأ صراحة منذ عقدين وكان الحال يعني أننا كنا نشوف بأن الدولة افتقى ديالنا في الدولة ديالنا لاحظنا بأن هناك استثمارات هناك شيئا ما من هذا القبيل لكن بعد لاحظنا بأن هناك نوع من استحوال الحقيقة والمصادرة بدون أي استثمار نعطيك واحد مثال في سنة 2007 في منطقة الشاطئ الأبيض كان هناك واحد واحد العقد ما بين الدولة ما بين شركة فاديسال اللي كانت جات لأذيك المنطقة وجات واحد السمار تقريبا كيدير مليار مليار أورو تقريبا وكان واحد العقد اللي يعني وقع بحضور بحضور جالية الملك في ذيك الوقت واستبشرنا خيرا نقلنا هذه الأمور مزيانة يعني غالدي تقريبا واعدوا وعدوا حسب لو كيد شارج حسب دفتر تحملات لعندك غالت تقريبا تقريبا واحد ثلاثين ألف منصيب شغل وتقريبا واحد ثلاثين وطيل منية تحتية واحد العدي المسائل حسب اللي كيد شارج ليشنا وقلنا الأمرات جات أزمة 2008 تخلت هذيك الشركة على هذا العقد وتم يعني قبل ذلك كان واحد تحفيظ إجباري ديال 30 ألف هكتار وتم تقريبا هذيك الشركة كانت بغطت 2000 هكتار سق عقاري ديال 2000 هكتار سق يعني التيتر ولكن من بعد لاحظنا بأن هذا الشي كان يعني ما كان من والو الشركة مش هتوكل شي وبقى هذك التيتر حتى الـ 2017 فإذا بيمنسونا على التيتر هذيك الأسميتو كنلقوه آآ مشال واحد الشركة يعني بديرها من رمزي يعني لمقاربة من الدواء العليا إذا المشكلة بدأش بدأ واحد المدة هنا بيش هنقوله بأن هناك استيلاء ممنهج على الأراضي في المنسبة لهذه المنطقة والمشكلة الخطير في هذا حتى بالنسبة يعني حجة الاستثمار المفترع عليه ما كيلا استثمار لأولو زلو استثمار للماذا؟ لأن هناك دليل قاطع انت فاش كتشوف مثلا كيس جيمتنا المؤخرا جور من منطقة آسا ديو 500 ألف هكتار إذا تقريبا نصف مليون هكتار وصفر استثمار هذا هو الخطير لأن نورمال مولي كانت نية سليمة ديال الدولة أنا أتكلم عن دولة مخزنية كانت ديال سليمة ديال الدولة غد تكون واحد القضية على أنها يكون حجم الوعاء العقاري يوافق حجم الاستثمار مثلا جديد لي 500 ألف هكتار خس كزيب لي 50 مليار أورو على أقل بعد لكي يجمعوهم ويجمعوهم أملاك المخزنية هي غير وسيلة حتى هاد القاواني اللي كيدلو كدلك يعني غير وسيلة ديال القاواني استعمار ياسيب زاد اللي كانت قبل لهم باش كي يستوي على هاد أرض إذا كان واحد نية مبيتة باش يجمعوا واحد لكولكسون ديال هادو كل التيتر ومن بعده ما غير تصرفوا فيهم تطاول شركات خراوي تطاول واحد عن ديال المسهم إذا نحن السؤال الخطير اللي نسوله هنا هي ما هو وجه مدخل الدولة يعني ولا ملك المخزنية بسمية الصفة عامة كيفاش جدكت ديال الأراضي أولا نحن بالنسبة للقاواني اللي كان يعني لا تسريع على المنطقة لأنه ما عندناش أراضي أراضي جموع ما عندناش أراضي سلالية ما عندناش أراضي ديال القيش ما عندناش أراضي ديال الأوقاف إنما عندنا أراضي قبائل وهذه القبائل كلها يعني وما كياش إطار قانوني يطтории هذ القبائل لأنه هذ الأراضي أصلا هي ديال القبائل كل يعني الخطير في الأمر على أند القبائل كلها عندها عندها تيريتور ديال خاص بها بعروف يلا كيقولو مثله تلحسن متى يتبسوا علي ولاد لي ولاد مساء كل منطقة معروفة المسأل ديالها وَكا تقسم المنطقة ديالها المنطقة المراعي والمنطقة المحارين في انساكنين ودية المعيشة في انساكنين ومنطقة أخرى noswign became prised التي تكون فيها الى حالة يعني هذا الكلغة هناك أطار بنوع جوار المحترام وبينها 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 وبينك هذا شيء يعني يعني أنه تعودنا على الرأس ثانيا إحنا بالنسبة له الدولة بالنسبة له دولة بالنسبة لنها غاوجة أصلا إحناها هو القبيلة إذا الدولة ماذا تجي تقول لك اودي واش تقول لك جيب الوراق ديلك بهنا الأرض هذا ما كيشي قبيلة في المغرب عامة عندها عندها وراق ولكن كين حيازة دائمة مستمرة هي اللي كتسمته كين تقريبا لأنك العقل ده ما تقريبا لكتر سبعمائة عام ده ما تقريبا لفي القبيل هذو القبيل اللي جاءوا اللي جاءوا الوادنون ويسكنوا في هذه المنطقة وكانوا عندهم حيازة هادئة مستمرة بدون منازع كانوا في هذه الوقت إذن شكلها هو اللي يجيب الحجة هو المدعي المدعي بالأرض وهي الدولة دولة هي اللي يجيب الحجة والحجة عن المدعا هي تجيب الحجة ديالها وتجيب الدائية ديالها بأنها خاصة مثلا بالنسبة لمنطقة ديال العيون وديال الساقية الحمراء راح الدولة ما تخطمها سنة 1995 إذن وافدة والحد الآن ما عندها السيادة على تما إذن ما هي طبيعة تحتى بالنسبة لكل تيتالي كترعطين الناس يعني الطبيعة يعني ما أشغل ديال هذيك التيتر واشغل ديالهم بتحمل كده 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 يعني حد الآن ما إن بارودرواد يعني داكيغ ديال تعطيل تيتر عباد لاتنما فهذه المنطقة المتنزعة عليها واللي ما زالنا عرفنا المصير ديلها هذا من الجهة من الجهة أخرى بالنسبة لمنطقة ودنون كي يقولنا بأنه كاستثمار كتدي 500 ألف هكتار وكتقول لي بأنه كاستثمار حنا جلالة الملك بالنسبة للورزازات تقريبا نور واحد نور جوج نور ثلاثة نور ربعة نور خمسة نور ستة جميع وما دو كاملين فيه مربع آلاف هكتار يعني باش يدير تاقة الشمسية هادو يعني مشاريع وطنية ومشاريع ديال الدولة وكل شيء ما دوش ربع آلاف هكتار تجي عند ديالة تقول لي خمسمائة ألف هكتار بحجة تاقة الشمسية يعني هذا غير منطقي نهائيا ما عنده حتى شيء منطق وتمشي عند كذلك عند منطقة قبيلة تقول لي خمسمائة 150 ألف هكتار وستثمار سفر وتجي عند منطقة زرقية عن قبيلة زرقية ديالة 120 ألف هكتار ولستثمار سفر إذا هناك نية مبيتة لهذه الأمور وهذا يعني خارج القانون وهذا نعتبره مصادرة لأراضينا وهذا شيء يعني مسؤول لأنه بالنسبة للأرض بالنسبة للقبائل الصحراء ويارا هي هي ما عنداش لك المفهم المادي عندها هاد المنطقة هادة عندها آآ الأرض هي العرض والأرض هي التاريخ والأرض هي الجغرافية والأرض هي يعني آآ الهوية والأرض يعني يعني الارتباط تاريخي ديال الأرض وهذا الأرض كذلك رمشي ديال نحن هادة رخلوا لنا جدودنا ووالدينا وأمانة في رقبتنا نعطوها نعطوها الأبناء والأحفاد ديالنا كما طلوه فيهم وماتوا في هذه الأرض وناضوا لأحد الأرض ديال المعارك لا بالنسبة للمعارك البينية بينه بالقبائل الأخرى لا بالنسبة للمعارك حتى بالنسبة لذلك المنطقة كانت تعيش وفي بداية القرى العيشية حتى الثلاث وثلاث وثلاث وثلاثين يعني حكما ذاتيا يعني حتى بالنسبة لدولة أنا ما كانش كتخلص لما عندها الدريب ما كانت كتخلص لديه شيء جمارك ولا شيء حاجة نهائيا كان الناس كيعيشون حتى بالنسبة لدفاع الدفاع كنا ندافع عن أنفسينا إلى سنة حتى بالنسبة للمستعمل الفرنسي من اللي جاء رح ما جيش عندنا دوس تخلي مغربها في ألف سنة واثناش ومن بعد خمسة وعشرين سنة يلا جالديك المنطقة بسبب بسيط لأن البسالة والشجاعة والغيرة ديالك الناس على ديك المنطقة والناس المجاهدين اللي دافعوا على ديك المنطقة حتى الآخر رمق في هذا الإطار إذن الإنسان الصحراوي يعني مميز عن السنة والعلاقة اللي كتربطه بهذه الأرض وهناك تشوف بأن جميع الأعراف وجميع الوثنة يعني تبين على أننا يعني هذا الشيء اللي كتمرسوا الدولة لا يخدموا أجندات صهيونية ويخدموا أجندات الأمبريل العالمية لدرجة أننا ولينا كنخافوا على الدولة دينا الدولة دينا ولينا كنخافوا عليها على أنها مسيطرة عليها من اللوبيات ديال الأمبريلية المتوحشة وديال الصهيين دبا لأن هذا الشيء جنب بعد تطبيع يعني هذا الشيء قد قام بعد تطبيع هذا الشيء طلع الفوق يعني بشابوا حد مستوى حد سرعة كبيرة وهذا خطير إحنا مش خطير عنا إحنا خطير حتى للدولة دينا لما يصل هذا القاد يولي وتولي الدولة دينا مستعمرة هي برأسها يعني إيش غادي نديرو إحنا الدولة خصة تكون عند السيادة ديالها خصة تحسوبها عنها قوية باش نكون حتى إحنا أقوية ولكن باش تقول اللي هي موظفة ولا تابعة الواحد للرأس مالية ولا النيون الليبريلية المتوحشة هذا الشيء ما غاديش نقبله نهائيا نهائيا ولا كدل الوكلاء ديالهم بحالة خلنوش بحالة دربعة اللي كدل هذا دي وكلاء وكلاء ديال الأمبريل المتوحشة وما غاديش يجيب نحنا نهائيا هذا الأمور ديالنا والدولة لحيا ما فيها مليون gjechتار في L Việtكتار في أرضي الإسع Héctor والجماعات والأوقاف عمرة يعطيهم من هذه الأرضي وعن يحصل لنا نجد ما حولنا واحد للعقارة كبير وواحد الوعية عقارة كبير هل يذهب دعطيه للحياة للعيون تتعطي الأرضي إن نكبتهم مكلة تتعطيهم فيها و poseبطيik حتى احتيك من نزاع دي للصحراء واللي انت منه ما شاء الله وهدي هدي احتى بالنسبة للجبهة البوليسان ولا هاد المسايرة كيتستغلها في صالحة هاد الاخطاف صالحة وحنا وطنيين يعني وكسبة ولكن هاد يضعفونا هاد ما يعني هاد الجبهة الداخلية يعني ملكا اضعف الجبهة الداخلية وانت غادي الحرب فين غادي يعني بالنسبة في هاد الامور اذا القادية اللي اخسن نقول لكم بالتبت ندقو ناقص الخطر ويجيبوا اعادة هاد المسايل ونطلبوا ونطلبوا بيعني بيلغاء هاد هاد المطالب برمتها وهذا الرسم العقارية برمتها وبأطاني الرجعي